تخوف من هذه التجربة بصراحة خصوصا بعد الأداء اللي ظهر به بعض اللاعبين في مباراة الدوري وعلى وجه التحديد قلوب الدفاع بصراحة ونواجه فرق تاريخ طويل بالأولمبيات منتخبات على المستوى عالي فبالتالي مواجهات صعبة جدا نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله منتخبنا والظهور بمظهر طيب إن شاء الله في الأولمبيات كابتن اللاعبين اللي فوق سن القانوني الثلاثة برأيك اليوم هل هم اللاعبين اللي تنقصهم بتشكية المنطخب الوطني بالإمكان إضافة لعبين غير هذه الأسماء شوف صراحة أنا كنت أتمنى أمير العمار يكون وجود التوهج لهذا اللاعب مع المنطخب الوطني شفناه يسجل ويصنع بصراحة مستوى كان تقريبا بلفل ثابت فكنت أتمنى متواجد هذا الصراحة لكن أكيد يعني بالنهاية أسلوب وطريقة اللاعب ممكن إحنا ما نعرفها للكابتن راضي شنيشة وبالتالي يختار اللاعبين حسب الأسلوب وحسب الطريقة اللي راح يلعب بيها ممكن هم يكونون الأبرز باعتبار إحنا يجب عانينا في منطقة قلب الدفاع فممكن هم ذول اللاعبين لكن أنا شخصيا قلت لك أتمنى أنه يكون أمير العماري موجود